اشتركوا في القناة قداش بياخد من وقتك لأنه بتظلي حلوة تسلم مرسي هم بحكي الصراحة لا مش نوعا من المجامل كلك زو مرسي أنا بدي جامل بحكي أعلى شوية السائف طبعا إذا بدي جامل كلك زو إذا بدي حكي الحقيقة بقول فعلا أنت جميلة وأنت تحافظين على جمالك الحمد لله إذا نعم من رب العالمين هاي أمان الإنسان بدوا يحافظ علينا قداش بياخد من وقتك هذا بياخد من وقتك صراحة العالم بتفكر أنه أنا كل الوقت وكل ما رقعدي على المرهية وهيك مش هيك لا بس باهتم بحالي نعم لأنه بعتبر أنه يعني حمد الله يعني ما بعرف إذا بقدر سميه جمالي يعني بس ما أنعم الله علي بيها وأماني وبالتالي نحن لازم نحافظ عليها وطبعا أكيد يعني كمان الترتيب الأناقة هي يعني جزء مهم مش بس للظهور حتى للذات يعني للسعادة للإمتنان للرضا وبالتالي نظافة وكل هذه المسائل هي واجب على الإمتان أنا بيهتم بحالي بشكل يومي ولكن ما بياخد من وقت كتير يعني بالقدر المقبول يعني لأنه في تليفزيون شوي زيادة أخدت وقت بين الكواطر طيب الأكل شو مصيبتك على الأكل حلق مصيبتك عمضة حشوة صراحة بقلك بكل صدق أنا ما كتير يعني ما بتذكر أني عملت دايت بس أكيد بيترأب حالك برأب بس مني من النوع اللي كتير مهوسة إنه شو أكلت وشو ما أكلت وهيك لا كتير عالي هلا بفتولي إذا وفت قدين مريه وطلعت بحالك لقيت حالك نصحانة إنه بيضل عندك الشعور بيهل حبو إنه بيضل فيه شعور الإمتنان إنه والله فيه صحة لا كل العالمات بنتبه بس مني من النوع اللي عايش يعني حاجز لا شو أكلت اليوم وشو أكلت بكتير بعيش على الطبيعي بيكله بيطلع عبالي بحب الأكل بحب الأكل اللبناني والأكل غير يعني الأجنب حتى فالحمد الله يعني لا ما عايش بشكل بيكل حلو الحمد الله يعني ماشي حالي سندريلا اللي بيسمعك عم تحكي سواء لم تحكي عن حالك أو عم تحكي بشكل عام بحس إنه في ورها المرأة ثقافي في علاقة مع الكتاب يعني لا تنقطع أنا بتقديري الشخصي على الأقل في المواضيع اللي بتحكيها بتحكي بمواضيع يعني سابتي أرائك فيها بمعنى إنه أنت مش عن عبس يعني مش إنه بتركب جمل و بتقوليهون هاي بنتبه الواحد إنه في حدا ضيف قدامك عم يركب لك جمل حتى إنه خلص يعني تمرق الفقرة أنت لا ما بتركب الجملة أنت الجملة بتجي مركبة خليني حكي عن علاقتك باللغة بالأول وعلاقتك بالثقافة يعني أمتى بلشت تحسي إنه إيه في شيء كتير كبير اسمه الكتاب لازم على طول أقرأ وأي نوع من الكتب في شيء بالتاريخ يعني مثلا حتى لما بيسمعك الواحد بحس في جزء من المعرفة بالتاريخ موجودة عندك مثل ما في جزء من المعرفة بالسياسة مثل ما في جزء من المعرفة بالشعر هلا بنا بعد شوء نحكي عن الشعر إيه؟ صراحة أنا بشكرك يعني ما بعرف كيف قريت سخصيتي هيك كيف قدرت تستنبت هيدا لا هيدا الشيء هلا أنا كتار بلمونة بلمونة من المحيطين فيني العائلة إنه ما زهقت لأنه بعدني ما زلت بالجامعة ما زلت بالجامعة يعني أنا اختصاصات حمد الله اختصاصات جامعية قد ما بدك شو عملت الحمد الله يعني حقوق طبعا عملت حقوق وموان ومدو القانون الجزائي ورجعت عملت إدارة أعمال معي مستر بإدارة الأعمال وعملت علوم سياسية أيضا عملت دورات تخصصية بالعديد من الإختصاصات عقود وقوانين الغاز والنفط والتحكيم الدولي القانون الجنائي الدولي وإلى ما هناك وحاليا أنا بمرحلة الدكتوراه بالقانون الجنائي الدولي داخليك الدكتوراه لأنه بتصير الشيء تاني ما بالدكتوراه والله في مرض بأوساط دكتوراه ودكتور لازم يكون دكتوراه لو كده هذا صراحة أنا بعتبر شهي فظيعه دكتور بتلاقيه من كخي أين تعمل دكتور صراحة ما بعرف بس أنا بشوف فيه بكتير دكات في كتير دكتوراه كفوقين طبعا وهيدي شغلة مهمة ميزة بالشعب اللبناني أنه نسبة كتير كبيرة منه مثقف ومتعلم وبدرجات كتير عالية بالعلم حتى قدروا أنه يبرعوا داخل لبنان والخارج أنا الحمد لله ما زلت عم بتعلم يعني أنا مؤخرا خلصت العلم طب حكيلي عن القراءة حكيلي عن القراءة فيه هذا النهم اللي أنا شايفه موجود عندي أكيد أكيد هيدا غرام يعني أنا أقول لك نتيجة التخصصات الجامعية العديدة بفترة كتير كبيرة من حياتي هي أني أنا أتعمق بكتب خاصة باختصاصاتي وبالتالي الوقت اللي متاح لقلي خارج إطار شغلي والإطار العائلة والإطار الاجتماعي هو بتعمق باختصاصاتي يعني كل فترة اللي عم بتخصص فيها يعني سنتظلت ثلاث سنين أقرأ إدارة أعمال بعد إلى هلأ بتقرأ بالقوانين العلوم السياسية وإلى ما هنالك ومن أنا وصغيرة الكتاب هو رفيقي يمكن بفترة المراهقة كنت عندي شغف بالروايات كنت أقرأ كتير روايات وأيضا كمان هلأ يمكن راح تتفاجأ أنه كان عندي شغف بقراءة كتير من علم النفس وهيدا الشيء كان بدأت خصص بعلم النفس ولكن بعدين لقيت أنه لأ عشوية عم بصير بقرأ الناس بتحليل أكتر ما عم بقرأهم ببراءة وبالتالي تخليها تضل بس كتب أقرية بفترة لا بالعكس بالتحليل كمان قلت البراءة بدوم تقتل البراءة ايه بدوم تقتل البراءة فما زلت هلأ بوقت الفراغ بقرأ بقرأ شوي علم نفس يعني بحب أقرأ علم نفس كتير بس اختصاصاتي واهتماماتي الجامعية ومراحل بديت تكتب فيها أبحاث مراحل للرسالة مراحل للأطروحة بتخليني أغرق أكتر بكتب الأوانين وإذا بقل لك هلأ أكتر كمان مهتمة بالمفكرين الصينيين ده عم عرف عندي غرام ساير بالمفكرين الصينيين لأنه عم برجع شوي على الفلاس في الصينيين وأفكار ومثلا هلأ عم بقرأ عم بقرأ أونلاين قريته مرة من سنتين ثلاثة بس هلأ عم برجع أقري عم بشوفه بشكل مختلف فن الحرب لساندزو كيف حكي عن استراتيجيات الحرب عم تحكي من قبل المسيح وحاليا أغلب القاضي بالعالم بتطبق هذا الفكر استراتيجي فعندي شوي هلأ كتير بالمفكرين الصينيين والفلاس في الصينيين فراحة كتير حلوين إشي كتير من اللي بتطلع بحياتنا أو بتخلق بحياتنا ومثلا بدنا إليها تفسيرات ويزواهر مش عم بحكي عن الحياة القاصة بتلاقي شيء له علاقة بالتاريخ منها أنا أكيدة أنه كتاب The Art of War فن الحرب لساندزو حضرتك إذا تتمنع عن فيه أكتر راح تشوف هالفكر شو مهم يعني اليوم وقت اللي بيخلط لك الاستراتيجيات العسكرية بعلم النفس علم النفس الخصم بكيفية الضغط الاقتصادي وباستراتيجيات الانسحاب وبالضغوطات الإعلامية بمفكر عم بيحكي من 3.000 سنة قبل المسيح شيء خطير أساساً الحرب أساساً الحرب هي عقل مرحلة أولى وهي دراسة مش لوضعك لوضع هذا الخصمك اللي أنت بدك تروح تقاتله هي دراسة حالياً نقل أنه اختصاص يوم صار بدها دراسة العالم اختصاص بالدكتورة هو القانون الجنائي الدولي يعني بالطروح اللي بدي أشتغالها وخاصة هلأ باللي عم بيصير بفلسطين يعني وانضمامي للفريق العمل المحامين الجيش المحامين اللي تقدمنا مع المحامي جيل دوفير بالشكاية أمام المحكمة الجنائية الدولية وإلى ما هنالك فكتير عم بيهتم بمواضيع الإبادة الجماعية بشكل كتير كبير خاصة خاصة اجتهدات اللي صدرة من محكمة رواندا محكمة رواندا هي محكمة الجنائية الدولية خاصة كانت يعني بمحاكمة الإبادة الجماعية اللي حصلت برواندا بس تفاصيل كتير كتير مهمة فعلا بدي أرجع أكمل كمان الجوانب اللي بتهتم فيها بتشوفي التلفزيون برامج مسلسلات أي برامج وأي برنامج ممكن يعجبك فرحة ماني كتير مغرومة بالتلفزيون أنا ما كتير بتابع تلفزيون غير بعض البرامج بعض البرامج اللي بنتقية اللي هي أكتر حوارية برنامجك بحضره بحبه من وقت لتاني بس مش دايما تكون صادقة معك شكرا البرامج الحوارية السياسية حسب الضيوف بتابع القنوات الإخبارية سلسلات لا قال لي الكتير ممكن آخر مرة حضرت مسلسل اللي كان هو طبع حريم السلطان بحبه حضرته حضرت منه شوي بس ما كتير بتابع مسلسلات لا وبس يكون عندي وقت شوي على نتفلكس يعني إذا في شي بايوغرافي على نتفلكس بس آخر آخر شي بتذكر هيك تابعته مضبوط وحبت أن تابعه قصة البيوغرافي لبابلو إسكوبار على نتفلكس بحب تابع بايوغرافي بحبه فنون فنون بحب هنا مثلا شوف يعني إذا واحد مثل ضرب حكايتي أنا اسمه عبد الغنة لايس نحنا بنتفتخر فيك عامل الكتاب مهمة كتير أسرار الكنوز بين الرحباني وفيروز إذا طلعني منشي شهرين ودعينيك حتى ما قدرت كتب سافرة ما قدرت كنت بسافرة فأنا جبتلك نسخة من الكتاب على هذه الحلقة لما بتشوفي أسرار الكنوز بين الرحباني وفيروز خليحكي بشكل عام نعم أي أي هذا اللي نسخة لك وأنا بدي أهديك نسخة من الكتاب شكرا جزيلا هيدا أهلا رائحة زنزانة رائحة زنزانة متواضع خواطر شعرية متواضعة خواطر شعرية هل أبقع لك إياها نريع نقرا خليني أسألك شغلي الغناء أه يعني بنبهيك بي أو أنه لا ما بتسمع أغنية مش كتير بتاعني لا طبعا أكيد بحبك يعني في نوع من الغناء عندك بيقولك إنه قفوا انتبهي لك شو حلو طرحة بحس إيه طبعا الغناء حسب الغنية مني كتير يعني في حدا ولا لا يعني بالقسم بتقولي فيروز بتقولي وديع بتقولي صباح إيه بقول في حدا بتقولي هلا بس شفتي صباح وراك قلت بتقربني أنا قلت وقعديني بين صباح وبين جبران خليل جبران يعني إيه صباح بتقرب بتقربني من وادي شحرور بتقرب ستة من ميلة الوالد جت الله يرحمه أه فطنيناتهم من وادي شحرور وبيقربوا بعضهم ولات خالات يعني ولات خالاتنا أهلو الأغاني شو ما تقوم كالتوم بتقولي أنت عقبار أنا بحب الأغنية الحلوة بغض النظر مين عم بيغنية أو قد تلفتني أغنية يمكن بيكون عم بيغنية شخص هاي أغنية عشقتي أول مرة أو تاني مرة بحياتي عشقت على عاصل حلاني عاصل حلاني عشقته لألو أكيد في قومات فنية نحن منفتخر فيها بلبنان و بالعالم العربي فيروز الرحابني يعني ملح بركات الله يرحمه نحن يعني كلهم كلهم نفتخر فيهم ولكن أنا بقولك يعني بحب بحب الغنية الحلوة وميل أكتر للأغاني الشعرية مثلا قاظم السهر أنا كتير بحبه لأنه بغني قصائد حتى حاليا هلأ بعض الأغاني العراقية اللي هي قصائد بحبها الأغاني الشعبية اللبنانية بحب الفن اللبناني والتراث اللبناني كتير ح resonate الدبكة والأغاني الشعبية وبحب بحب حتى الأغاني الترابية بحبها أم كلسون بحبها يعني عبدالوهاب عبدالحليم كلهم بسمعنوا بلحق الأغنية عاصل حلانا عاصل حلانا حبيت hindsight قoute صغيرة بحب بلحم بركة شو هي الغنية لحبيتتي عليا العاصل واني مارك مرات أول واحدة إيه؟ هي أخذت شهرة كبيرة أخذت شهرة كبيرة وأنا مرات وبحبت الدبكة أنا بحبت الدبكة كنت حبت الدبكة وحثت أنه في حدا أحيا هيدا التراث فعلمان قلتينو ميها؟ متعلقة كتير أنا بالعادات والتراث في البنان قلتينو ميها لعاصي؟ ده كنت طغير كنت طغيرة هلأ وصلتوا عكل حال شو شو دا كتعلقنا معه على الوقت وصلتوا شو نغلي حالي ملحم بركات ملحم بركات طبعا أكيد حاليا إذا بدك أكتر يعني إذا بدي أسمع تشوفني مثلا بالسيارة وعندي أكتر شي بين سادي ملحم بركات عاصي الحليني قاظم الساهر أنا بدي أشكرك سندريلا انتهى وقت الحلقة بشكل سريع بدي أشكرك و بدي يقولك إنه هذا النوع من الزكاء بالحوار السياسي اللي بيبين عندك عند ناس عندهم شوية اقتصاص بيعرفوا إنه هذا مش إلو علاقة فقط بالسياسة هذا شوية إلو علاقة بعلم النفس شوية إلو علاقة بالتاريخ شوية إلو بالقدرة على التمييز في إنه ناس مشكرك من كل قلبي على الحلقة الله خلي نكمل ليك لأنه أنا بدي أكملك شعور اللي بات كمل شعورك ما بحس عم بحكي جان ما بشعور إنه أنا بخشل طرحها من الإطراق هادي المشكلة أين بيين عليك ببين عليك بالحكمة الحكمة أخرى طيب أهلا وسهلا فيك و شكرا إليك على هذه الحلقة بشكرك كتير على الاستضافة بيشرفني جدا أني يكون يعني معك بهذا الحوار فعلا كان حوار ممتع و إن شاء الله ما نكون ذهقنا المشاهدين بشكرك جزيلا الشكر و إن شاء الله دايما نكون عم بحفة مضامة جميعا أهلا وسهلا فيك يا عزائي المشاهدين إلى اللقاء في حلقات الأسبوع اشتركوا في القناة